نص كلمة احمد رجب سبعة الاف حالة غش في اسبوعين لامتحانيات الجامعة هؤلاء غير جاديرين بالتعليم مجانا فهذه السرقة علنية لاموال الشعب وعقوبة الغشاش يجب ان تكون رادعة وهي ان يكتب في متن الشهادة هذا الخريج ضبط وهو يغش في الامتحان وعقب في حينه بالفصل سنة خذوا حذركم منه هذا ما يجب ان يكون عقاب كل صايع تنقر في سياب طالب احمد رجب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا شكرا